بسم الله الرحمن الرحيم بدأ التسجيل حياكم الله بحاول ان شاء الله اني ما اطود بحاول انو ألخص نقاط أساسية في البداية لازم كلنا ناخد فكرة انها وبعدين ندخل في المثال ان شاء الله فيه نتباتنا جميل نتباتنا التحدي التحدي كان عبارة عن صفحة المفروض انك تدخل الفلاق هنا وبعدين يقول لك اذا كان غرض او قلت جاب اذا حلت التحدي صحيح التحدي كان صفحة HTML ما فيه اي رسورس ثانية فيه ناس يعطيهم العافية صاروا يجربوا صفحة على الموقع ودائر باستر ومعرفيهش في الناية التحدي ما حيطلع من هذه الأشياء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحدي جاب سكريبت كما يبدو في البداية ف فيه له تقدينات يمكن فيه ناس كثير ما استخدموها من قبل فبنحاول نمر عليها السريع وبعدين ندخل على موضوع الويب السنتي طيب بسم الله النبطة الأولى variable name في الجاب سكريبت لما نعرف variable تقدينات 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 ونعرف variable في الجاب سكريبت variable مثلا x يساوي 5 x الآن يساوي 6 الاشياء اللي مسموحة هنا أكثر من الحروب في الإنجليزي زي أغلب اللغات يعني تبكت تقول variable t يساوي وستة بالتالي تا زائد المواحد حساب سبع على variable name و unicode و مسموح فيه في واحد شرحها أو في واحد يسوى موقع وهي جدا allowed variable name حاط أو حاط كده موقع أو سوى tool على قوله تكتب انت هنا مثلا variable name و يقولك إذا ينفع ينحطه يعني إذا حطيت علامة تعجب يقولك لا ما تقدر تحطوك فحسب المثال حقه نسوي hello علامة هذا variable يعيد payment hello فهي تسمح Unicode عشان نقدر نحن variable name عليها و وهذا يعني زبطة تنحط في البال أنا ممكن استخدمها من وقت الوقت فإذا فيه تحدي قادم يعني في له شي غريب زي كذا ما حيكون انه مثلا أحد الأشياء من variable name من variable name اللي مسموحة برضو و ممكن كثير شفتوها انتو اللي هو dollar sign نحن دائما نشوف مثلا jquery تحط مثلا بهذا الشكل وهنا ينحط مثلا selector هذا معنا إنه هو معدر function اسمها dollar sign لما أنا عرفت هنا التاء هذا valid name لvariable valid name لفنكشن برضو نفس الشي لدولار sign فأنا ممكن أقول variable dollar sign يساوي واحد بالتالي dollar sign حت ساوي واحد نفس خديوني كود characters لكن dollar sign وال underscore 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 ناس الشي الآن underscore صارت قيمتها خمسة جميل جدا هذا فيما يخص ال variable باللاحظ إنه هنا مستخدمة نفس الفكرة فهنا أنا عرفت شيء وخليت قيمته مثلا dollar sign فيه variable عندي اسمه underscore فهذا اسم variable ممكن أي كلمة مكان لكن في ناس كتير يضغط لما يشوف شيء زي كذا حيستغرب إنه يدعم زي كذا هنا نفس الشي هذا نفس الشي جدا زي ما إحنا حطينا underscore يساوي خمسة أنا ممكن أحط underscore 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 هذا يسم غير عن كان يحط variable اسمه x و variable اسمه x x x underscore x هذا variable وهكذا فهنا كان نفس الشيء مستخدم إنه underscore dollar sign كانها a b حتى بالنهاية ما أخي طرف أتشبه فيها كثير هذي واحدة من الأشياء اللي variable name خلينا نسميها allowed variable names allowed variable name allowed variable name طيب شي ثاني من مثلا ما استخدمنا هنا ممكن نقول اللي comma sign comma sign أنا استخدمه كثير لما ضغط كواد زي كلا comma sign سمي كولون هذي نهاية بصدر يعني إذا أنا لما تقول مثلا x يساوي 5 semi كولون y يساوي 2 هذي معنا إنه حينفذ التعليمة الأولى وبالي حينفذ التعليمة الثانية الآن x 5 y 2 هذي بسيطة الكومة اللي يفرق فيها إنه الكومة هتنفذ نفس التنفيذ اللي في الأول بس هترجع قيمة آخر expression بمعنى أنا إذا قلت x يساوي 5 خليقوا كومة 2 كومة 3 وانهيت التعليمة الآن x قيمته في النهاية حيتساوي 3 أو دقيقة مفروض حسنا expression 1 الآن إذا بقول x x x يساوي 3 يعني هو لأنه أعتمد هذه expression هذه expression وحدة وبعدها كان ينفذت 2 بعدها كان ينفذ 3 فارجع ثلاثة لكن هنا أنا اسنتل قيمة x اسنتل قيمة 3 ممكن مثال أوضح أنا ممكن أدهول مثلا x يساوي alert مثلاً واحد alert 2 alert 3 طبعاً alert حطى اللي عرسالة فحيتنفذ الأولى حيتنفذ الثاني حيتنفذ الثالث بدن x حيساوي الاتوات من alert اللي undefined بس إذا في قيمة من هذي function هي اللي حتروح في x وهذي بتشوف انها مستخدمة مثلاً بدل السيميكولوم ألقاها مستخدمة هنا مثلاً إيش فائدتها فائدتها في التعليمة تصير سطر واحد يعني اذا قلت x يساوي 5 كما y يساوي 2 هذي تعتبر سطر واحد إيش بيفرق إذا كانت سطر واحد أنا لما سوي مثلاً for i يساوي 0 i أقل من 4 ولن i++ الآن الكود اللي حينحط بعد for إذا كان بهذا الشكل مثلاً i++ هذا فقط اللي حيتنفذ داخل for لأنني أنا ما حصلتها داخل block وهذي سطرين من الكود فهيتنفذ فقط هذا i وهذا هيتنفذ بعد ما تخمسة for إذا أبغى نفذ التعليمتين مع بعض أبطر أني حطها داخل code block بالتالي هذي كلها رح تتنفذ داخل for أنا لما أحط بدل السميكلون أحط colon هذا ما زال سطر واحد فبالتالي هذا كله بيدخل داخل for وأنا وفرت على نفسي حاصرتين حق البلوك هذيك أعتقد إنه هنا مستخدم لنفس الغرض أوكي ما استخدمت هنا لنفس الغرض استخدمت الغرض ثاني بس هذي واحدة من الأشياء اللي تستخدم لهال سميكلون في موضوع إنه تصغير على الأكوادة وحشر على الأكوادة استعمالها في يعني في نفس كافة سكريبت نفسه يستخدموا الأشياء ثانية بس الفكرة في النهاية إنه ينعمل ريتير من الآخر شي هذا يعني هذا كل شي بين القما يتنفذ آخر شي هو اللي ينعمله ريتيرن كفاليو أوكي هذي هذي الكماسين جميل جدا غير الكماسين من الأشياء اللي مستخدمة ممكن نقول إذا فيه ترك ترينيتي هذي علامة ترينيتي هذي كانها هذي موجودة فاكتر من اللغة خليني نقول ترينيتي طيب أنا ممكن أقول مثلا X يساوي خمسة هذا X حيساوي خمسة عادي خليني نقول اثنين عادي لكن أنا أقول X حيساوي مثلا شرط إذا تحقق الشرط هذا رجع ثنين إذا ما تحقق الشرط رجع ثلاثة في هذه الحالة في هذه الحالة الشرط حيتحقق بالتأكيد لأنه true فبتالة X حيساوي ثنين لكن إذا كان الشرط تبعي false X حيساوي ثلاثة هذي كاني أنا أسوي X يساوي مثلا F شرط في اللغات الثانية وهذي ميزة إنها تكون يعني expression واحد يعني أنت ما تقول X يساوي F يمكن في Python تصير لكن ما توقع إنها ممكن تصير في JavaScript لكن هنا تصير يصير expression واحد هذي أنت ممكن تسويها تقول مثلا أديرت طلع لي رسالة طلع لي رسالة مثلا إذا كان الشرط مثلا إذا نجح الطالب إذا نجح إذا نجح قل له إذا ما نجح قل له فإن حتى نجح بالتالي اللي حين عمل له يا باس يا فائد بناء على الشرط باس لإنه الشرط بترو يعني whatever الشرط اللي كان هذي صغر الكود يعني بدلا ما يكون F كذا كذا يساوي the else whatever بهذا الشكل يكون أصغر وزي ما قلنا ترجع كexpression يعني ممكن تسند هالقيمة مثل X يساوي من الأشياء برضو اللي استخدمت هنا حاجة اسمها الروفونكشن عشان الداخل بشرة حدي موضي بعدين إن شاء الله ندخل في الوب اسملي بس هذا الأشياء لازم نمر عليها الروفونكشن في باقي اللغات ممكن يسموها لمدة مثلا باقي اللغات فونكشن مبدد في سطر واحد أحيانا أنا أحتاج أني أعرف فونكشن تستقبل المتغيرات لكن ما أحتاج أني أكبر الموضوع مثلا فرين نقول أنا إذا عندي مصفوفة فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذي مصفوفة هذي مصفوفة ما يحكي هذي مصفوفة فأنا ممكن أقول من براميتر واحد وبعدين نسوي return مثلا A زايدا واحد فإذا استقبلت خمسة بترجع ستة الآن أنا لما سوي الماب أبقول مثلا هذي مصفوفة هذي مصفوفة هذي أعتقد هذي الشكل يس فبلاحظ أنه واحد صارت بثنين ثنين صارت بثلاثة فما استدعت أد تاخد كل ايتم في المصفوفة وتستدعي بس أنا اططريت أني عرف الفونكشن من قبل إذا أنا فونكشن عندي بسيطة بهذا الشكل بدل ما أعرفها وأنا ما أستخدمها إلا في هذا المكان بسوي مرة ثانية ما بس بدل أد هذي أبعرف فونكشن على الطائر أنا ما أحتاج لها اسم حتى فأبقول لها A الرو فونكشن A زايدا واحد مستدعية بترجع لي اثنين ثلاثة أربعة فمسة ستة فالA هو البراميتر اللي حتي نحط فيه الأيتم حق المصفوفة وهذا الريتين من دو ما نكتب ريتين حتى خلص هذا الأوت بتتبع الفونكشن الفونكشن هاي هنا تعريف الفونكشن وهنا استدعاها حتستدعا ما بحد استدعي هذي حتحب 6 داخل الA الريتين حقه ستة زايد واحد سبع هذي الرو فونكشن زي ما قلنا فكرة انها احيانا انت تحتاج تسوي فونكشن في مكان محدد نفس اللامدة فونكشن فتحتاج تسوي فونكشن في مكان محدد فما يحتاج انك تعرفها خاصا الفونكشن البسيطة زي هذي انا ممكن اعرف الفونكشن هذي برضو زي ما عرفت اد هذي برة ممكن اعرفها مرة فبقول لانا مثلا خلي نسميها دي فونكشن هذي تساوي هتكون هتكون ما احتاج نتبرها a row arrow function a زي ما عرفت سوينا ما بقى ال d مفروض انه ترجع فنفس ما هنا هنا عرفت فونكشن اسمها add خليتها تساوي ريتين ازاعد واحد انا هنا عرفت d تساوي فونكشن تستقبل براميتر واحد وترجع هذي القيم فهذي اللامدة فونكشن او ال row فونكشن اللي يسموه في كابسكريفت ال row function اذا في اي سئلة هيتمي ترى انا ما انا مرتب ما اضيف بالي ف هذا سئلة بتبطع الرتم شوية جميع جدا بلاحظين انه عرفت ال row function اسمها dollar sign تستقبل براميتر اسمه underscore وهذي ال function حقته تقريبا الى somewhere anyways فال function الى هنا هنا انا عرفت function نفس اللي شفنا ال row function العادية خلينا ال row function x يساوي او هذا براميتر وهذا باللاحظ انه البراميتر underscore والرتير احنا قلنا لما يكون في كما معناة ريتين اخر شيء فريتين حق هذي arrow function يكون هذا وحنعيد وحنعيد كتابة الكود بحيث انه يكون مفهوم شويتين مو مشكلة طيب فهذا كله تعريف function هنا انا عرفت function اسمها علامة استفرام بستدعيها او علامة dollar sign بستدعيها بعدين في أي وقت انا بواها طيب ايش بعدها بعد ما تتنفذ هذي تعليم الاولى حيتنفذ تعليم الثاني تعليم الثاني تقول variable اسمه underscore قيمته تساوي regex expression للإموت اللي يدخل المستخدم prompt هذي تطلع فيه alert اللي تطلع على الرسالة alert تطلع هذي الرسالة prompt لا تسأل المستخدم انه يدخل مدخل فهذا السؤال الزيرو وفيه إذا حطيت كوما مثلا parameter ممكن يكون default فانا اقول اسأل المستخدم الإموت اللي يدخل المستخدم طابقه بهذا regex وحطه القيمة في underscore فانا انا الان عرفت حاجتين you can use اه اه اذا قمت برتيفاي ما هيطلع مصبوط لانه ما زال هيعتبر انه هذا سطر واحد مثلا هذه وهذه سطر واحد البرتيفاير ما عرفة بجربها طيب مو مشكلة اه اه برتيار اي او مو انت تقدر تستخدم نفس ال تلو تشوف هنا السورسز لو تروح السورس هنا فيه الكليك هذا برتيبرنت بيشولك برتيفاير الكود بس المشكلة المشكلة هنا انه احيانا بيعتبر الاسطر هذي try it out احيانا بيعتبر الاسطر هذي يعني فنكشن واحدة يعني انا لو بحط هنا اوكي ممكن ممكن يكون اسهل لنشرح هده التكل عافية سهل انا اني استخدم حق كروم نفسه اللي هنا دي يصير برتيفاير بس 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 بعد ما سوينا الـ variable في underscore اللي هو اللي جاي من الـ expression بسوي alert في trinity هنا تتأكد هذا الشرط إذا كان true سوي try hard إذا كان false سوي good job وطبع المستخدم وطبع المستخدم طيب السريع بس الموضوع الـ expression expression regex اللي ما عارف regex يعني بيضطر منو يضطر على شويتين على regex بس ممكن نجربها كمثال أنا ممكن أقول كده يصير الـ regex في جاباسكريبت أقول مثلا يبدأ بـ h مثلا الحصيل وطبع ثم ثم مالحق كم مالحق أقول على عقل عنو أعطيه نص ترجع بيشوه بيشوه بتا قلته مثلا مصطفى برجع لي نرل لأنه مصطفى ما تبدأ h capital مرحباً لازم يكون يبدأ هذا بداية السطر بكلمة CTF بعدين حاصرة بعدين أي نص بعدين تتكفل الحاصرة والحاصرة هذه تكون آخر آخر كلمة في النص أنا إذا قلت له مثلا CTF لكن إذا عطيته نص مثلا برجع لي نل لأنه ما انطبقت هذي ف الاندرسكور هذي حتكون قيمتها نل إذا كان مدخل المستخدم ما هو بهذا الشكل ما هو بشكل وقيمة أو بحيكون ما هو نل إذا كان إذا كان مدخل هذا الشكل هذي الاندرسكور هذي الاندرسكور بعدين أنا أنا بجي هنا بشوف الشروط يعني بلاحظ إنه الشرط الأول يقول بعمل نط 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 أممكن نقول نط نل مثلا بطل علي true ونط شيء بطل علي false فانا إذا تطبق الشرط إذا الـ underscore هذي اللي رجعت قيمة خلوو نجربها بـ underscore نسميه underscore لأن underscore حيكون يانل إذا ما انطبق النص على الـ regex أو حيكون مصفوفة بقيمة الأشياء هذي أو باللي انطبق على الـ regex إذا كانت مطاب فهنا حيكون بنال فإذا أنا قلت not underscore بـ true لكن مرة ثانية إذا أنا قلت ctf تالي underscore عنده قيمة فnot underscore بـ false هذي حالات not underscore not variable كان يقول not x not take true false الفالس true هذي يعني أبسط إذا قلت not true بيضي يعني false ففي هذه الحالة يعتبر true not true حيعتبر false ف إذا كانت نال حينعمل لها not بتصير true بالتالي خلاص ما حينطبق هذا الشرط هذي or هذي علامة or خلينا نعيد كتابة هذا الصدر لحاله نكتبه بشكل ينفاهم أكثر هنقول مثلا input بدل underscore لشين ينفاهم فالإنبوت هيكون قيمتها null أو array إذا طبق النص هذا بعدين نقول f مثلا input يساوي 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 ينل بتأكد من هذه أنا باتشوية إذا كان الانبوت null فيرجع مثلا alert try hard برمج python و chanscript مثلا و بتحقي elsef مثلا و خلي خلي ألسل من الشرط واحد خلي ألسل من الشرط خلي ألسل من الشرط بلين نسميه message message يساوي try hard بلين نسميه نسميه not underscore اللي هو null حين طبق الشرط بالتالي لنو في trinity قلنا condition بدين في حالة تكون الشرط true بدين في حالة تكون الشرط false هذه trinity فهنا إذا طبق هذا الشرط بtrue حيرجع try hard النل إذا عكسها بتصير true فبالتالي or خلاص or ما هتنفذ الثاني حتى or إذا أنا قلت لها مثلا true يعني دقيقة لو بنقول مثلا true or alert or alert وحد هتطلع رسالة مفروغ ما طلعت الرسالة لأنه مجرد ما تحقق الشرط الأول or ما اضطرت إنها تشيك الـ code الثاني يعني عالطول خلاص إذا قلت مثلا ant بيضطر إنه ينفذ alert عشان يعرف قيمتها هل هي true عشان يقدر يحط true and something لكن في الحالة الأولى ما تنفذ لأنه true or something خلاص it's true or or ما تشيك البرمية الثانية إذا كانت الشرط الأول صحيح أو إذا توقف عند أول شرط true يعني حقق مبدأ or وفي هذا الحال قلنا هذا ما يبدأ يتنفذ إذا كانت الشرط الأول صحيح اللي هو إنه النص لأنه احنا عكسنا بعض مقصد بس ممكن يعني إذا حاول إنه يعيد كتابتها f else زي كدا ممكن يحتوان بشكل أوضح طيب فالشرط الأول قلنا إحنا نحتاج إنه يكون false نحتاج إنه underscore هذي ترجع قيمة إحنا نعكس القيمة بتصير false فالشرط الأول لازم يكون false بمعنى الشرط الأول اللي هو إنه النص ينطبق على rejects فهذا يتحقق لي هل المستخدم أدخل نص غريب ولا بمعنى إذا أنا أدخلت نص ع شوائي ولا ما هو بالصيغة حق الفلاق عدي خلص على طول فتجعله tryhard وانتهى إذا حصل إنه أدخل شي بهذه الصيغة الآن ننفذ الشرط الثاني عشان تتأكد لأنه or الأولى false فلازم يتأكد من النتيجة الثانية يعني إذا قلت false أو alert one ينفذ لي alert one عشان يعرف هل قيمتها true ولا false عشان يقدر يرجع قيمة عكس اللي صار في البداية فحيضطر الآن إنه ينفذ الشرط الثاني طيب الشرط الثاني علي وهذا برضو بس استخدام الرموز الأندرسكور باش هادي ممكن تلخبط لكن إحنا قلنا إنه هادة هو الفنكشن اللي عرفنا في البداية خلونا نكتبها رغو عشان تساعد هذا يساوي الروفنكشن البداية ترجع قيمة underscore يساوي فلن نقول string applied regex or regex applied string ماذا ما احنا ماذا احنا بحنا ترجع القيمة المترجع جميل جدا المدخل اللي انطبق عليها الريجيكس هيمرر الفونكشن هذه وبعدين هيعكس النافج يعني هي درجة بزيرو يعني نقطة زيرو بترو نقطة واحد بفولس فإذا رجعت مثلا زيرو هيقلبها ترو وإذا رجعت فولس هيقلبها فعشان نطلع قد جاب لازم قلنا الـ يكون يرجع نصفوفها عشان تنعكس ويصير فولس بالتالي حيبدأ يتنفذ الشرط الثاني من الـ or وبعدين الشرط الثاني في الـ or لازم يرجع فولس عشان هذي تصير فولس أو فولس بيطلع لنا قد جاب فولس أو فولس يعني إذا كان واحدة منهم true حيث تكون قيمة tryhard الـ condition هذا إذا واحدة من أطرافه كان true بيرجع لأول شي اللي هو tryhard لك إذا كانت فولس خلص بيرزع جاب لو نشوف جدول بيطلع الـ or بيكون مثلا true true بترو 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 تاني parameter في الترينيتي الأول true ثاني false بس هنا عندي كمعنى العكس يعني الأول فشل عندي والثاني نجاح فأنا أبغى نرجع النجاح اللي هو ثاني حالة اللي هو false condition من الترينيتي لازم الشرطين يكونوا false والأول يكون false عشان أصلا يبدأ ينفذ الشرط الثاني والشرط الثاني برضو يرجع لي false function يمكن ترجع true بس تنعكس في النهاية إلى false فأب أفترض أنه هذي function تتحقق يعني هذي تحققت أنه input حقه مستخدم مطابق لل format حق الفلاق جميل الثاني تتحقق هل الفلاق صح ألا غضب يعني هذي مفروض اللي error function تبعي هذي اللي فوقي لسه ما دخلناها هذي تقول لي هل الفلاق صحيح ألا غلط فإذا رجعت إن الفلاق صحيح النقط تعكسها فبالتالي تصير false ويجتمع false مع false بيعطيني good job So far so good ملخمة شويتين بس لهذا الهدف مننا لكن الواحد إذا بدأ يفصلها واحدة واحدة بيبدأ يعرف أي أحد عنده سؤال أي أحد الملاخطة مرحب لي مرحب لي عشان بنبدأ ندخل في الفنقشينا السريح واضح لحد الحين أي نقطة من الأشياء اللي استخدمناها هنا ما هي واضحة كلكم مدركين الوضع يعني بس باقي الweb assembly هو اللي معقدكم جميل جدا يس هذي أساسيات ماليش بس عشان تكون واضحة بس بس هنا عشان هذا كله عشان نوصل لأنه هذي الفنكشن إذا رجعت لي واحد يعني الكود صحيح إذا رجعت لي إذا رجعت لي صفر إذا رجعت لي false مثلا الكود حاط طيب جميل جدا ننتقل مباشرة على الفنكشن هذي حق الweb assembly خدنا نسخها بالكامل عشان إي إلى هنا هذي الرو فنكشن ممكن نكتبها كفنكشن check flag مثلا استقبل input اسمه flag بعدين نحن قلنا هذي كود الفنكشن إذا الآن نحن بس قاعدين نحلل ال الشي اسمه تقي وين underscore underscore وال flag وبعدين قلنا كل سميكولون كل قلوم هي سميكولون أصلا set وآخر آخر expression هي اللي نعمل لها detail ف تكون أوضح يعني يكون شويتين توضح طيب بعدين نوعرف هنا variable اسمه underscore dollar sign هذا خلينا نسميه هاذا قاعد يعرف instance web assembly فخلينا نسميه واس أو خلينا نسميه WM موضوع underscore dollar sign underscore dollar sign dollar sign الباقي في مكان ما slice جميل جدا باللاحظ انه هذه الأشياء برضو ممكنش ممكن نفصلها خلينا نقول ممكن نقول مثلا var array يساوي هذه array هاذا برضو ممكن نفصلها نقوله var WModule ساوي هاذي و هاذا ممكن نقول في مكان ما برضو ممكن نقول مكان ما بعدين نقول var و export جساوي لنعم هذي كله تفصيل وأساسيات جميل جدا فالمدول تعرفت الارضية تعرفت ونحن نبدأ المدول .puffer .export 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 بالضغط .exап .export 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 رقم 42 بايناري نحط في وسم كود بعدين استدعى هنا بالربر فنكشن حنا ممكن ناخذ يعني هذا الكود هذه الاري وهذا الربر الوق بنقوله console.log والايمبورت ما في ايمبورت في هنا الحالة فهذا الكود دي جينا ننفذه الكونسل رجع لنا القيمة اللي راجعة من البيناري كود اللي هم اللي حاصل في الكود تبعنا اللي قعدنا ترتيبه مرة ثانية نفس الشي باللاحظ انه عرف الري فالكود اللي هناك اللي موجود هذا الكود هذا الكود يرجع 42 هذا الكود هو الكود اللي شاك الرابر نفس الرابر اللي هناك بعدين بنلاحظ انه حرف مصفوفة جديدة تابعنا نحن ندخل فيها هذه الـ type نوع مصفوفة نوع مصفوفة فالفلاغ اللي هو الانبوت تبع الفونكشن قاعد نحط هنا فهو كان السوم انه هذا الكود هو اللي يدف البراميتر حق الفلاغ لين هنا احنا قاعد نستدعي دالة اسمها ما تاخد اي انبوت دالة اسمها مين فبلاحظنا export main ما تستقل اي انبوت فممكن هذا اللي يجاهز الانبوت وبعدين نستدعي دالة ثانية هذي الدالة هاي اللي تكون true ولا false كمية جدا طيب اواجي بنلاحظ انه الكود في الموقع هنا واسم بنلاحظ انه يستخدم UN8R بينما الكود عندنا 32 بسم الله هذي زي ما قلنا هذي نوع جديد من المصوفات في جافا سكريبت اسمها typed array نشوفها غير المصوفات العادية type array ميزتها انه اول شي ما هي يعني ما تاخد زي باقي الايتمز كأنها binary array او كأنها view buffer في الغالب نستخدموها في لعدة انواع في لها ثمانية وستطاعش واثني ثلاثين وفي فلوتس برضو منها عبارة عن view لبفر في النهاية يعني سواء انت عرفتها بثمانية ولا بستطاعش في النهاية هذي هتمثل array في يعني buffer في الميموري اذا عرفتها بشكل ثمانية معناها كل آيتم منها حياخذ بايت واحد اذا عرفتها بستطاعش هذا في جدول تحت بيوضح النواع فانتجر ثمانية array معناها عرفتها أغربتها يعني فلو واحدة من البتات تستخدم كعلامة unsigned للي هذه اليو وهذا الفرق بين اليو ثمانية واليو ستاش في النهاية يعني حيمثوا نفسي فانا اذا اخذت المصفوفة مثلا هذه أو ثمانية قلن ناخد هذا الكود إنتجر خلينا نقول مثلا VAR واسم مثلا 13 يسعب 13 array يأخذ من واسم كور وفر خلنا نقول 4 i ساوي 0 ساوي لاب عليهم كلهم هاي أقل واسم 32 length بلنا نقول i زايدا زايدا ممكن أرفض string بلنا نقول ساوي واسم 32 of i زايدا كما بلنا ممكن أقول if i to s إذا شغلنا بلاحظ أن رابط المسخ الكامل نفس المصفوفة هذه 8 نفس هذه المصفوفة نفس هذه الحروف لكن هنا قاعد يتعامل معهم 32 يأخذ كل أربع من هدول ويحطهم في بايت واحد يتعامل معهم كنتجر واحد MJ إن شاء الله مسجل إن شاء الله مسجل فبحاول نرفعها إن شاء الله بعدين فبلاحظ أنه مثلا أخذ أربع بايتات وعملهم كبيت واحد الأربع بايتات هذه بلاحظ أنه 1000 00 فلينها مش متأكد صباح إنديان المهم بأنه في النهاية هذي 001 بتصير في الميموري فبالتالي قيمتها واحد وبعدين الأربع التالين صايرين هذي القيمة وهكذا كل هذي بيانات في الميموري هي نفسها هذي بيانات لكن هنا إحنا قاعدين ناخذ بايت بايت أربع بايتات أربع بايتات أربع بايتات فهذا الفرق ممكن في ناس استغربوا إنه في النهاية جزي ما قلنا نفس الشي يعني هذي عبارة عن أربع بايتات هذي أربع بايتات ليش تخدمتا هذي لأنه أكثر يعني أنا هذي لما تجمعها مع بعض أكثر من هذي فقط يعني في النهاية الري عبارة عندي عن من بفر في المموري عندي في المموري هالي البيتات مرتبة في المموري واللي هو كود السي اللي هو بكم بي بعدين عرف WebAssembly Module من هذا البفر عرف instance شديدة من هالي الموجول وبعدين لقد عرفت هذه المموري من هالي المموري ممكن اقول برضو instance.exports على طول من هنا أيضا فهذه الى هنا نفس الكود اللي يسوي بفر اللهم باختلاف حجم من الصور قلنا instance.exports.is مدد باللاحظ هنا انه صار شي ثاني اللي هو عرف مصفوفة جديدة خلينا نسميها فار اس مم يساوي اس مم .set عرف فارب الجديد عبارة عن view وراء نرسل نرسل تادي نرسل تادي هنا مرر لها مموري باختصار عرف جديد قطاع جديد من المموري حيكون للبفر هذا يبدأ من الـ output تبع function D وحجمه 32 30 يعني انا كان عندي بفر كبير فهذا البفر الكبير الأصلي حلو نبدأ نبدأ نجرب الكود ونشوف مموري انا لو باجي هنا اول شي قلنا ابعرف فهذه الـ array عبارة عن view لهذا المموري حجمها 64 مضروبة في 4 لأنها 32 بيطلع لعدد البيتات هذي ما أخذتها بس هذي قلنا هذي في النهاية هذي كومبيل كود بعدين بعرف module مبنيه من مبنيه من الكود اللي فوق بعرف منها instance جديدة وأعرف الـ export هاي assign export الان w-exports نمكن أقول له dot بس أسوي dot بيطلع لي الـ export اللي موجودة عندي 3 exports D و هذي function موجودة هنا و V و memory فانا لو قلت له dot memory dot buffer بيجيب لي عبارة عن V buffer حجمها يعني بايتين كاملة اللي 65000 أو قيمة بايتين كاملة أو قيمة بايتين كاملة أو قيمة أو حجم البيت 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 الاخر طيب فلي صير هنا انه اسمم هتساوي view لهذا البفر جزء منه يبدأ بهذا الoutput وطوله 32 طيب نشيك هذا الoutput بس اشي يساوي هذي رجعلي بمعنى انه الان اسمم تأشر على البيت 96 بطول 32 مرة ثانية لو انا باخذ مثلا كلنا هذي اللي الممري بفرله بشوفها كاملة باخذها كبيت واحد من 96 فبلاحظ من 96 ب0 خلي نشوف معلي بعد 96 ب0 97 ب0 بس 96 بطول 32 حرف من هنا هذي اسمم هتصير تأشر عليها يعني الان انا اذا قلت اسمم خلونا نخليها هذي تأشر عليها اسمم لان اذا قلت اسمم 0 برجعلي 0 اللي هو الرقم 96 من البفر الكبير من البفر عبو 65 الآن إذا قلت هذا يساوي بواحد وبرجع يشوف البفر مرة ثانية بروح من 96 بيطلع لي بواحد فاسمم عبارة عن view للميموري هذا لاحظوا إنه ما هو الرين البفر هذا ما هو الرين هذا بفر استخدمنا عشان نبني مودول بس الآن عندنا الإكس بورسر عنده بفر ثاني حجمه أكبر من هذا يعني هذا حجمه والي شيء مطرنت من 65 ألف 65 ألف هالي كأنه تنحط ميموري لأي إنستنس بإنستنس أنا هنا حددت المدول أقدر أحدد برضو مثلا حجم حجم الميموري كم معرفيش بس عندما إني ما حددت أعطاني 65 ألف بفر معنا لأن كل إنستنس أنا حطها بيعطيني مثلا لها ميموري معاها ميموري هذي أقدر أنا من إن الجافرسكريبت ألعب فيها والكود هناك يقدر يأكسسها فكأنها مساحة مشتركة بين الجافرسكريبت وبين السي كود عشان يحطوا فيها أشياء ويقروا منها أشياء وهكذا عشان يتبادلوا القيم وتبادلوا المعلومات فسوينا view للميموري بحجم 32 الآن أنا أقدر أقرأ وأكتب فيها اللي صار هنا إنه صار mem.set حط قيمة بعدين new text encoder بدت إنكود الفلاق اللي هو الـ input وقص منه 32 حرف نأخذها حبة حبة أنا لو بقول مثلا hello.slice مثلا 4 أبلاحظ إنه قص 4 حروف لو قلت له مثلا قص من 0 إلى 2 حيبدأ من 0 وحيقص لحرفين فقط فهالي slice فهالي تضمن إنه الـ input ما يزيد عن 32 حرف أو مستخدم إذا أدخل نص كبير ما يعبيلي البفر هذا مثلا ولا يخرب علي أشياء ولا أنا أصلا أريد عندي 32 وبس عبيلي 32 منها لأن أصلا اسمم ما حيقدر أحط اسمم أوف مثلا 40 حرف ما حقدر أصلا view عندي محدودة 32 حرف وبس بعبي 32 حرف مهما كان الـ input تابع المستخدم text encoder الضفر ذات نحن نص وعشر لنص كل حرف بيصير مبايت فهذا تشار كود تبع ال H هذا تشار كود تبع ال E L و L نفس تشار كود تبعهم و مزيك اسمم حتكون قيمتها أو حيسوي ست ال 32 حرف ال 32 حرف اللي أخذهم من الفلاك في النهاية بيستدعي فونكشن اسمها V اللي في الغالب يعني هنا جافا سكريبت حق في المساحة المشتركة الفلاك V في الغالب حتقرأ الفلاك من المساحة المشتركة حتسوي عليه الشغل ترجع هل هو مزبوط ولا لا الان حندخل على موضوع D والV How to نحلل فهذا مجرد رابر وهذا مجرد تجهيز للميمري وحط القيمة فيه عشان الدوال بعدين تقرأ يعني هذي مساحة بشتركة المثال اللي في GsFiddle بس ما يمرر شيء للفونكشن لكن هنا لا هنا احنا سوينا الميمري حطينا فيها قيمة وبعدين هذي V تقدر تقرأها جميل جدا كيف ممكن نقرأ هذا الكود الكود بمجرد ما نبدأ ننفذ أكواد WebAssembly في كروم لو نشوف السورس بيطلع عندنا سورس جديد اللي هو واسم وبينحط الكود فيه ما نمتأكد صراحة بفايرفوكس إذا سواها للحين يمكن سواها بس تحتاج الكود ما يكون بهذا الشكل الكود يكون في ملف خارجي .wasm ونعمل له فتش بعدين يتمغر هنا يعني ما يكون كاري كذا .on the flight في النهاية برضو فايلفوكس في لو الديباقر يعني بس كروم على طول مجرد ما أنت تسوي instance خلاص يبدأ هو يحط لك البتاع هذي خلونا نجرد بس نشوف قبما نروح للكود خلونا نشوف كيف شكل الممري لما يسير لها نحن سوينا هذي بس نسوي slice خلونا نسوي flag من عندنا مثلا بلنا ctf عشان نطبق على الشروط هذي 5 6 7 8 9 10 11 14 16 30 31 22 22 32 early 30 42 32 ros 32 32 32 32 32 3 اي واحدة في الضبط هاذا الانستنس هي الي تكون .export انا حطيت هنا w-export هذي variable ثاني انتم ممكن تحط الانستنس .export .memory .buffer تطبيب على ثاني الان لو انا باشوف الميموري انا عندي w-export .memory .buffer لو بروح للبيت 96 الان نستعمية البيت البيت بلاحظ انه 76 البيت سوف أولي الفلاغ التجربة التبعي إلى هذا الشكل سوف ألاحظ أن السي ستكون 67, 80, 70, 123 سوف أروح هنا أتأكد سوف ألاحظ أن السي ستكون 67, 80, 70, 21 32 حرف من هذي من 96 من التنازل تقريبا إلى 125 هذي تعبت بالفلاغ والآن صار مهمة V إنها تشيك الفلاغ هذا الصح ولا أغلب وترجع قيمة زي ما int main رجع 42 هذي هترجع true ولا false, zero ولا one ولا whatever طيب نقلنا بمجرد ما ندخل مرة ثانية بجرب نجرب هذه مثلا .d نستطيعها بلاحظ أنه ترجع لها 96 اللي هو الأدرس اللي مفروغنا نعدل فيه أو نحط فيه القيم فالd شكلها ترجع لي مكان variable أو array هناك في الكود السي يعني مثلا معرف معرف array اسمها مثلا تم وحجمها 32 فالd ترجع لادرس تبعها عشان الجافة سكريبت يعبيها بعدين فيتس تخدم تاكسس التمب هذي بشكل عادي طيب قلنا بمجرد ما نبدأ نسوي instance كروم يطلع لنا source جديد web assembly لو نرجع للكود تبعنا من البداية لو بشوف أنا source حق الصفحة بحدث وبحط ال input مثلا hello بيطلع لي tryhard وما طلع لي واسم هنا ليش؟ لأنه ما تحقق الشرط الأول أو الشرط الأول رجع true فالشرط الثاني ما تنفذ أصلا بالتالي ما انضافت واسم هنا لكن الآن مرة ثانية لو بجيب أسوي ctf وقل له واحد دقيقة مرة ثانية ctf 123 وقفل هذا بيطبق ال rejects بخلي الأولى false فبالتالي تنفذ الثاني تنفذ كود الواسم هنا وباللاحظ انه نضاف source الواسم الweb assembly طيب هذي ال instance من الweb assembly مطلع لي مطلع لي فيها شيء أبو شوف هذي 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 ctf 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 طلع الواسم جميل جدا هذي الولى باللاحظ func which is a function يعني وهذي الثانية function ثانية فوي كان السوم انه هذي d انها ترجع ترجع 96 وهذي اللي هي v اللي تتكد بللاحظ انه هنا return يا واحد يا زيرو فبالتالي هذي v وهذي d ترجع عدرسها 96 اللي هو عدرس الممر اللي حنغير فيه وهذي بتقرأ بالله يمكن 97 اللي هي نفسها 96 هذي 96 هذي 96 هذي 97 وبنشوف كيف كيف تتغير يعني بس هذي 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 كيف فدن نتفذ هذي شغل وما يدع هذي هذي ناعد هذي نمش احذر بحاجة كيف هذي بالترجمة والترجمة الثانية هذا الكود الى هنا يحط الفلاق ويزبط خلينا نغيرها في cgf123 هتصير باقي ملز مو مشكلة خلينا ما نشيك الآن إذا بقول بشيك إذا بيرتعلي واحد إذا بيرتعلي زيرو زيرو معناه إنه فلاق خطأ طيب لنشوف السورس نشوف الواس طيب فهل ال V هادا كود ال V هادا كود ال V هادا كود ال D بس كاعد نسوي كراش دقيق again console بس بمجرد الضغط على هنا بيسوي بريك بوينت على أول كود يتنفذ أول كود يتنفذ هنا يصير الآن إذا استدعيت في مفروض يوقف الكود و تنفيذه هناك الآن الـ debugger وقف والكود وقف هنا اللي هنركز عليه الـ stack و نبدأ نمشي فيها خطوة خطوة إذا قعدنا ننفذ بفتسع و نضع هنا حيث دقيقة يبقى post خلينا نمشي نرجع 0 و ستجاهد ثاني نحن نمشي فيها خطوة 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 نحن نغذر كود بفتسع لنستدعى const دف سالب واحد للـ stack فالـ stack صار عندي سالب واحد يعني دلت const تدف للـ stack كأنها push في الـ assembly اللي هي حق الـ intel مثلا set local 0 طافت في الـ locals فسحبت من الـ stack وحطها في الـ local الآن عندي local 0 كأنه يعني خليت عام معاك register مثلا ولا شيء غير الـ stack يعني كأنه variable local في الـ function هذي بس قيمته بسالب واحد يعني ناخذت من الـ stack وصارت في الـ local 0 طيب الآن يدخل بـ loop ما معدنا منها get local 0 اللي حطها في local صار الآن سحبها من الـ stack ودفها في الـ stack سحبها من الـ local ودفها في الـ stack فلل الآن ما سوى شيء يعني حط سالب واحد وحطه في الـ stack سالب واحد طيب const 97 والconst هذي نفس اللي شوفناه هنا تدف في الـ stack الآن صارة في الـ stack حاجتين سالب واحد 97 الآن بيسوي load ثمانية أو شيء الآن بيستدعي add add حتجمع القيمتين حتجمع الـ stack في الـ 0 وفي الـ 1 والـ stack حيصير القيمة الجديدة فصارت 96 97 صارت 96 96 هذي اللي احنا شفناها هو اللي هي الأدرس الممري هذاك الآن يستدعي load8 underscore u load8 underscore u تقرأ من الأدرس حق هذي يعني تقرأ من الأدرس 96 اللي هو أول حرف عندنا وتحطوا في الـ stack لو شفنا أول حرف مستخن الفلاك هنا 1-2-3 حسنا cdf 1-2-3 charcoal charcoal dbs 10 فقرأ أول حرف 97 هذا ورجع الـ stack فالآن stack فيه قيمة 76 جميل جدا 30 ٢ 1-2-3 1-4 1 1 2 1 2 3 1 لن نشغل الكود again نقطع لها لن نقطع لها لن نشغل لن نقطع لها الموضوع ترى يعني ما زال الى الان تجربة لن نجد يعني وهذا جهاز تاني غير الجهاز يجرت عليه و نفسك بس نرجع للسورس هكذا احنا سوينا هنا وبعدين هنقوم W export V اللي تشيك هميد جدا همان احتاج انه لا احتاج انه يمر علي فونكشن فونكشن كده بيرجعني الهاتفة هانيا هاي 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 قلنا يقرى يقرى اول حرف بعدين اسحب سالب واحد مرة ثانيا من اللوكا الوكال دائما ما نعمل ست إلا مرة أخده فاللوكال زيرو قيمته سالب واحد فكل مرة يسوي جيت لوكال زيرو معناها دفع الستاك سالب واحد المترجم للقناة 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 67 هذا حرف C اللي جابه من أدرس 97 نقص واحد بعدا get local جابت له سالب واحد مرة ثانية بعدا حيجمع 65 مع سالب واحد سيد 64 حيجيب سالب واحد مرة ثانية حيضيف 33 حيجمع 33 مع وبعدين حيقرأ من الأدرس 32 الآن صار عندي 67 67 هذا مدخل حقنا بل هذي قيمة قراها من الممري بل هذي قيمة ثانية قراها من الممري حيسوي XOR لآخر اثنين اثنين parameters ويحط قيمتهم في الستاك لو ننزل لو ننزل فسوا هو XOR للمية وللعدد الثاني اللي سواه والناتج 67 حيضيف 255 ويسوي لها AND بس عشان يضمن ان العدد موجب ما تغيير تقيمة 67 الآن هنا الشي مهم يستخدم شي يسمو NA أو Not Equal Sine Agustic Compare Unequal فهذي تتأكد العددين equal ولا لا وبدن ترجع برانش F إذا كان بواحد وبرانش F إذا كان بزيلا يعني هذي بتتأكد لي انه هل العددين هذي متساوية ولا لا الآن إذا أنا الآن بيستدعي الآن بيستدعي Not Equal حيروح لل برانش 1 في الغالب get local 1 const 1 سوو الآن تي local حيدفها من الاستاك حيرجعها باللوكل صار اللوكل اللي كان عندنا أول سالة واحد صار بصفر const 30 يقارن شي ثاني بالثلاثين بيرجع اللوب مرض الثاني ف الحرف حقنا C جاب قيمتين من الممري سواله مكسور مع بعض طلعوا برضو نفس الشي C الاثنين نفس الشي بيروح للحرف الثاني الآن ننزل ننفذ بنشوف إنه الحرف الأول 84 اللي هو اللي هو T capital حيجيب حرفين ثاني من الممري 205 بنشوف 205 hexor 51 3 بيطلع ب84 اللي هو حرف T ف صار لهم 84 يضمن العدد موجب بالآن ما علينا الآن not equal يتأكد هلهم equal ولا لا حرفين equal فبالتالي بيدخل باللوب مرة ثانية الزيرو فل هذا صارت بواحد فوضح إنه قاعد يمر على الحروف ويقرأ شي من الممري يعمل له xor cypher مع key ويقعد يقارنه بال في في البوفر هنا قرأ سبعين اللي هي حرف F ممكن احنا نشفر هدخل في اللوب مرة ثانية 1-2-3 اللي هي بداية الحاصرة حيامل اكسور نفس الشي 1-2-3 زبط إلى هنا فعلا يعني كل شي مصبوط الحين عنده 49 قرأ 9-20 اللي هو واحد هذا واحد حقا احنا دخلنا 1-2-3 9-50 ومعه 50 فواحد هو 49 فننزل ننزل بقرأ الرقم الأول بقرأ الرقم الثاني الآن مفروض نسوي كسور بين هذي الرقمين طلع 87 87 إذا قلناه هنا 7 5-10 ومع W فمفروض أول حرف FLAG W لان الآن هيقارن بين الاثنين بين هذي 87 و W مع واحد اللي احنا دخلنا وننزل قارن نط equal نط البرانش خلاص خرج من البرانش إلى الاند إلى الاند هذي حيرجع بزيرو لو كمننا اند صارت القيمة بزيرو فلوب عادية تمر على قيمتين وتعمل له مكسور مع بعض وتتأكد هل القيمة المدخرة تبعنا صحيحة أو لا ممكن نحن نبدأ الآن خلاص نصحح أول شي في الفلاق بدل ما هو هذا الشكل نقول له ترى الفلاق W ونبدأ حبة حبة إلى ما اوكي انا قفرت ممكن على طول نط دايريكت للمصفوفتين خلونا نشوفهم ما نسوي بعد الشكل sources واسم دون انا عند ال not equal ما حبيت انه عبد هذي الجزيه حكيت الفي يعني XOR بسيطة جدا بسعشين ما يكون النص واضح اللي حيسوي يعني الخطوة من هنا الشغل الباقي كله يعني reversing يمكن المعمارية مختلفة شوي بس يعني خلاص الباقي كله موضوع reversing اوكي ما هو راضي ممكن نعرفوا من نطع الكود باريك ممكن نعرفوا من نطع الكود باريك واسم اذا راحنا على الكود نشوف sources واسم لو نبقى نحلى على السرية خلاص بعد ما فهمنا اول ادرس هذا 96 هذا يجيبوا من 96 هذا ادرس اللي جافس كذلك عبدي باحنا نركز على 64 و 32 قد نحطها رجم نقلنا 64 و 32 طيب الان لو قلنا لو نروح الكنسل المرة الثانية نقل الخلاص اتس و اتس سيقوم بسلائس جميع جدا إذا قلنا بسلائس سنبدأ من 32 وعطنا بس 32 لا، 0 دقيقة دعونا نجيب المموري بوفر كاملة ونشوف طيب نبدأ نشوف أصلا قيم من هنا أنه من 32 يبدأ قيم خبرا نسحب من 32 إلى 63 وننظفها يا قيم سابق إذا ننظفها سنقوم بسلائها أصلا وننحن نحن 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 أصلا أصلا كما أسفار جاب لنا مصفوفة واحدة إذا يحطيناها بشار كوات هذا ممكن نعتبره نصف نرزعله بعدين الثانية بدايته من أغبار 60 برضو طولها أفروض الكون 32 وجز إلى 35 نفس الطريقة إذا قلنا ريبايس فلنغل بعدين ريبايس هذه في كم جدا من أخذ هذي دغوكم شعب كود فلنغل كله كما وليقضنا إجزاء ٧١Cómoِّنه بідتكوم desenvolv شرم التصوير اوكي، فيه ٢٦ه٪هان مكتبه بس و بدأ يوضح الاخلاق بس ٦٥هان مكتبه نبدون، هذي ٣٨هان عرف صحيح من شارك رويد من شارك رويد من شارك رويد من شارك رويد ممكن ما يدعم الاعداد السالب فنضغنن حولها لموجة فأنا بلغة هذي المصفوفتين بياخدهم مع بعض و بيسوي لهم يس عند العدد السالب مثلا زي تي هذي اللي ضربت فانا تي هذي إذا بأخذها بقول له جسم مثلا مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة أخذها ب совершمة مئة ثلاثة المئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة من US ترجمة نانسي قنقر 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 في البياناري هذا البياناري هذا البياناري إذا جئنا نفكه بيطلع يعني ما هو واضح الفلاك فيه لأنه ما في قيمة موجودة الله أعطكم الآفية بالعكس شكراً لكل من حاول شكراً لكل واحد يعني حط جهد فيها تعلم إيش هذه الأشياء يعني هذا في النهاية هذا المطلوب أنا أحاول إنه أطلع أو أسوي أشياء من وقت لوقت في في الجافا سكريبت يعني بشكل عام أمس مثلاً سويت أمسويت هذا الكود ما هو تحدي بس إنه في الجافا سكريبت أنا إذا بأسوي بيس 67 في الجافا سكريبت الجديد يعني ممكن أنا أعطل أن أقول أطلع 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 بيس 2A فحولت هلو إلى بيس 64 إذا بأسوي العكس سأبقل أطلع 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 وضع أطلع هلو 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 بإذن الله إن شاء الله يسعني أنا أعرف الوقت إذا ضغطت نفسي فيه شويتين بس إن شاء الله لأنه في ناس كثير ما بيلاحقوك إن شاء الله تكون جيد أيضا فالكود اللي نزلته أمس بيسوي هذي اللي هي من باس 64 إلى نص عادي لكن بهذا الشكل فهذا الانبوت حق النص العادي بيطلع بالجاب اللي كتبت فيه الشرح ممكن أشاركو اللي وهذا جميل جدا مو مشكلة وبنزل برضو الكود اللي حول مثلا من 32 إلى 8 الاشياء هذي بطول ممكن أشاركوها معاكم حطه في GitHub Guest ممكن أرسلها لكم أيضا هنا فيه تكنيكس إلى بكرا يعني نفس الشيء واحدا من الشياء اللي حسيت إن أساوت فيها شيء جيد هذي بالأكس 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 أنا قلت أنا ممتن جدا يعني لكل واحد تحاول في النهاية أنا حس إنه يعني ما بضرورة تلك أشياء زي كده في الواقع أنا متأكد بس هذا يعطي فرصة للناس إنه يشوفوا إن كانيات الجابسكريبت يعني في ناس كتير ما متوقع إنه أشياء زي كده ممكن تصير يعني تزنب ميكس بالنسبة لهم فكويس إنهم يشوفوا الشيء زي كده بالضبط ممكن يعني والواب أسامبلي جاية جاية فممكن الواب أسامبلي بضط الواب أسامبلي ممكن تيجي فيها بس الواب أسامبلي ممكن يجي فيها أتاكس يعني في المستقبل يعني زي ما شوفنا يعني ما في أي شي يمنع بالأكس حيكون نفس التحليلها والأشياء هذي حتكون أصعب فممكن هذي تعتبر مقدمة فبس يعني أنا حاول إني لا نسحين أقسل أوكي جميع جدا أكسل تحت جافة سكريبت برضو فممكن بعدها يكون في واب أسامبلي في الأكسل الله أعلم فوينط يعني التكنولوجيا ممكن يعني نطلع عليها من الحين زي ما قلت يعني جافة سكريبت بقدر ما هي مرنة بقدر ما هي تطلع أشياء ما هي مفهومة مثلا زي هذي ها استخدمت عشان أطلع السرينج حق الباس 64 السرينج حق الباس 64 السرينج حق الباس 64 هذي بس اللي أحولها السرينج دقيقة ممكن توسترينج ماتشور صراحة أوكي خلينا نقل جي اس ري توسترينج جوينج ممكن جوينج انفها نحن 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 جوينج أوكي لا دمجتها بشكل كسترينج عادي أيضا هذا سرينج إذا بحطوه في سيبرشف هل تجد بحطوها الله اشيلا樽 ابني هذا السرينج بس ما ابني هذا الكتابه كسترينج عادي عشان ما أحد يشوف على الطوول بيعرف إن هذا الكتاب باس 64 فلقيت يعني حست بهذا الطريق عشان نلقي انو generate وفي النهاية نفسه يعني ترى الraw function على trinity هذه بعدها في النهاية يكون كاعت آخر ثلاثة حروف اللي ما قد بتجيبهم دي هو يساوي والسلاش والمعفش فهذا الكود يساوي دي كود 64 إذا حد يبغى يحاول يحوز فيه ممكن يحوز فيه هنا فيه برضو قبل سويت انا نزلت هادي good job good georg نزلت هذا الكود برضو نفس الشي الكود هذا يستقبل input ويعكسه يعني يساوي reverse بدون معه split reverse ما عرفيش في الجاواسكريبت هذا فيله استدعاء ذاتي اللي هو function تعرفها وتستدعيها مباشرة فيله recursive أنا عرفت فونكشن اسمها dollar sign واستدعيتها داخلها الraw function و trinity فا كله في هذا الكود ف أحس أنه أشياء ذي كده ما تثير اهتمامي يعني ف إذا في أحد يبحاول يقعد على هذه الأشياء و يفهمها بلأس أنه الجاواسكريبت يعني لسا ما دخلنا في موضوع أنه الجاواسكريبت فيه أشياء ما تمفهم يعني مثلا شي زي كده بيرجع false يعني إذا بأسوي true بيكون كده مثلا فهذا السيل ما استخدمناها يعني و ما في أي معنى أنه واحد يستخدمها يحقق good job يحقق good job لو تبحث good job مع كوسا بيطلع لك بره تويتها في وقت ثاني بس مو الحين ف أشياء tricks زي كده ممكن تستخدم أكثر يعني بس للآن ما استخدمت أشياء مرة كثير يعني فهذا التحدي أتليست ما كان في شي مرة معقد كثير يعني بس كل هذه الأشياء زي ما شبنا هذ الكود مهما يبقى صعب في النهاية لما نجي نحاول نبسط أو نبني من جديد ممكن نفهم أكثر زي ما قلت أنا بوربة simple جاية كان في نقطة نو أحد يعرف اتاك غير يعني غير إحنا فهمنا الكود و قذبنا نبني مرة ثاني هل في طريقة ثانية كان ممكن نحل فيها التحدي هذا إذا أحد يعرف إذا أحد يعرف بضبط اللغة قلت لك في رابط لها هذا هذا بيشرح لك كل تعليمة من تعليمات أنا وللأمانة أنا بعد ما نزلت التحدي تعلمت كيف أسوي بضبط هذه ما عرف off the record يعني نزلت التحدي ما كنت يعني أعرف هذا الحل بهذا الشكل أجل حتى كنت تحليت بطريقة ثانية بس هذا الحل اللي مفروض يعني هذه الطريقة الصحة إنك تسوي debug يعني كنت تسوي بطريقة ثانية أنا فتتعلمها من هذي اللي هو هذا يشرح لك كامل السنتاكس وحتى في رابط ثاني غير هذا اللي أنا شفته اللي يشرح لك الـ input تبع كل وحدة من هذي ما هذي إذا هو هنا لا في يشرح لك كل وحدة هذا إذا هذا السمانتكس في غير السمانتكس واحدة أظر رفرز كامل لها أعرف فكل فونكشن يعني كل وحدة يشتاخب من هذا وانت تشوف أثرها على الـ stack وعى الـ local فما حتى تصعب عليك يعني بعد كده فإذن الله قلنا الـ brute force ما حينفع brute force بشكل عادي لنتخيل كمية الاحتمالات لكن في طريقة ثانية حلو شفنا الكود أنا مشكلة إن الكود في جهاز ثاني الكود السي الأصلي أبسط ما يكون يعني فور لوب تمر عليهم مشكلة باللاحظ إنه بيخرج في الوقت اللي يلاقي حرف غضب صح إلا لا بمعنى إذا كان أول حرف سي فهيدخل بلوب صح إلا لا مرة إذا كان الحرف الثاني صح معناه إنه بيدخل في الحرف الثاني إذا كان الحرف ثاني صح بيدخل الحرف الثاني إذا كان الحرف الرابع غلط بيطلع ففي التالي حاول ثلاثة محاولات صح إلا لا معنى إنه كل حرف الحرف الواحد بياخد وقت محدد صح إلا لا بياخد حرف الثاني بروت فورس لكن الحرف واحد ما هو الحرف الثمانة عشر حرف بروت فورس للحرف الثاني شفت إنه وحدة من الحروف أخذت مثلا إذا قلنا أثنين صار أخذت أربعة ميكرو سيكا بالتالي معنى إنه في هذا الحرف صحيح لأنه أخذ وقت أكثر لأنه دخلني على لوب ثانية الحروف الثانية ما تدخلني عليها وهاكذا يسموه أضن time constant أضن time constant comparison إذا ما تنتقل constant comparison مات شور ممكن هذا يسمعها timing attacks no نو أيضا هو واحد من الattacks يعني اللي هي مقارنة مقارنة ثلاثة حروف صحيحة تاخد وقت أقل من مقارنة أربعة حروف صحيحة يعني كل حرف معروف كم الوقت اللي ياخده أو كم الوقت التنفيذ اللي ياخد هذه كان ممكن نحنا أو كنت تتمنى أن يسويها في Chrome يعني أتليست نحن ممكن نسويها في Firefox بعدين إذا أدتكم في فكرة أنه يعني أنا باخد مثلا باخد مثلا performance.now قبل ما أنفذ قبل ما أنفذ V على مثلا خليقول على حرف صحيح واحد وبعدين أبقارنها بالperformance.now بعد ما أتأكد هل الحرف هذا الصحيح أو لا قبل ما أنفذ V على حرف واحد وبعدين نشوف كما الفرق في كل الحروف بيطلع لي في حرف أعلى مشكلة هذا الشيء إنه البراوزر الحين صاروا يسوي رامد للvalue حق performance هذي بس حترجع لزيره في النهاية يعني صاروا يشيلوا أو يسويوا jitter كده هم بنفسهم يسوي تعليقه أو تهنيقه عشان ما ما تصير هذي أتاكس لأنه هذي أتاكس برضو تنفع على الكاشينغ واليه ملتداون والسبكتر هذي كلهم كانوا يستخدموا أشياء زي كده إنه يشيك الموضوع الكاشينغ ولا لا أنا هنا time constant attack برضو نفس الشيء باللاحظ إنه هنا ما صارت high resolution هي في البداية مفروض إنه performance now ترجع milliseconds yes باللاحظ هنا إنه ما صارت high resolution عشان يعدوا سبكتر مثلا صاروا يسوي لها رام فما يقدر إنه أخمن أو أحسب الفرق بين حساب الحروف الصحيحة ولا كم حينفع يعني أتاك أتاك رهيب جدا إنه بسوي بروت فورس بس على حرف واحد بل مسوي على 18 حرف الضباط الحرف اللي بعده الضباط الحرف اللي بعده بالتالي تجربة هذي يعني إذا عندك يتكلم بالأس هنا نتكلم بالضرب يعني مره مره بيفرق يعني الوقت اللي حين عامل فيه بروت فورس فتمنيت إنه أسوي هذي كأتاك يعني بس ما ما عين بينفع لإنه البراوزرز منعوا هذا الشيء بس إن حق في بالنا هذا النقطة إنه إذا إحنا نقدر نخمن حرف حرف وهذي صار في تاكس كتير يعني زي كده كان ممكن يعني نكسر هذا الشيء بدون ما نخمن أو بدون ما نفهم الكود بالكامل يعني بس إذا نفهم إنه قاعد يسوي XOR وقاعد يطلع إذا الحرف صحيح ولا غلط هذي يكفينا إنه نقدر نسوي بروت فورس فبس هذي WebAssembly ببساطة فيه تطوريز كثير على WebAssembly بشكل عام ممكن تستخدموا الكود هذا إذا تجربوا على WebAssembly ممكن تستخدموا واسم استخدمنا إحنا في الدب هذا هيسمح لك إنك تكتب كود وهذا اللي أنا بنات في الكود الكود السي حقي فعلاً حطيته هنا وطلعت البفر من هنا وطلعت البفر من هنا بعدين بدأت بدأت تشتغل إنه كيف أضغطو وكيف أسوي لو شئة زي كده في غير كذا في وسم studio هذي يسمح لك إنك تكتب كود ويحولوا الوسم اللي نسخة الوسم معنوان الكود الأصلي هذا الكود الأصلي نفس المين فور بس تسويت له كومبيل هذا الكود تبعه بس هنا بيجيب لك الكومبيل كود تبعه إنه أهو تسوي كونست ثانين أو بعين دف الستاك ثانين أو بعين اللي نفس الكود تبعنا هذا الكود كامل هو كود الوسم المرف الوسم ومن هنا تقدر تسوي له ووو أبتمايز تبع تسوي له دسمبل مثلا بيطلع نفسه ممكن تقدر تسوي له أعرض الباني البانير منه مثلا أعرض إذا عمله كومبايل كـ 86 هذا بيطلع الاسمبلي باللاحظ انه موف EX42 وبعدين لتير القيمة داخل EX وباسمبلي studio ممكن ينفع إذا حد يحلل زيادة أو يبتب كواد فيه ممكن برضو يعرض لك البايناري تبعها usbinary يعني هذا في الكود الكمبايل بس هذا محاط فيه يعني كأنه زي الـ debug يعني وينيوكمبايل يتبع براميتر في الكود تبعنا لا يكون بدون الـ debug بدون أي شيء ما تقدر تطلع ملومات أكثر منه أيضا ينفع انه واحد يجرب عليه أكواد يعني ويعدل ويشوف كيف أثرها على الواسم وكيف أنه و هذا إذا حملته خلص هذا الكود إذا حملته بتبدله فلاك الكود وخلص ويطلع لك بيتنفذ الكود فوسم سري ووسم فدل والله أنا مش هيجي ينفذ المستخدر وأغم بدأت صارت فيه العاب باللان جاء في الكود بس صارت تحول على رسم وطورت العارف اتأخرت كمان بس يعطيكم العافية صلاحتا سعيد كود من شارك منتن شكرا شكرا حسنا شكرا الله يضعك عافية الله يخليك صراحة ممتن فرحت انه في أحد حلوه إن شاء الله جهدي ما راح إن شاء الله باقي استفادوا بشكل أو بآخر الله يسترى لك الله يخليك الله يريدكم العافية إذا في أي سؤال إذا في أي شيء أنا موجود على تويتر و أتمنى لكم ليلة سيدة إن شاء الله أي حد عند يضعفوا لشيء يوتوب طيب أستودعكم الله في أمن لا أسترى